حوال كمان أكد وريد العطار المتحدث الرسمي للجبلية بأنهم طلبوا تأجيل مباراة العودة بين مصر والسنغال لمدة 24 ساعة فقط وقال الصفر للسنغال سوف يستغرق 8 ساعات وسيكون في اليوم التالي لمباراة الزهاب وسيكون هناك يوم واحد فقط للتحضير وهذا أمر شديد الصعوبة وكمان قال موعد المباريات يتم بناء على أمور تسويقية خاصة بالفيفا ونريد يوم واحد فقط من أجل إراحة أو إراحة اللاعبين وللتأكيد على جهزيتهم بشكل جيد وأضافت بالنسبة لبطولة الدوري المصري حاليا فهي تحت رعاية رابطة الأندية وبيقوموا بعمل جيد جدا والفترة القادمة سوف تشهد المزيد من أشكال وأوجه التطور في الرعاية هو ده اللي بنأمله طبعا دي نقطة في غاية الأهمية